زبيد اللحقي بدأت قصتها عندما شرعت في تجربة المقاولات بعد أن تقدمت بمناقصة للصندوق الاجتماعي لتواصل دراسة المناقصة أياما لكنها تفوقت على خمسة من منافسيها بالمناقصة وبإنجاز رصف طريق جبلي يصل إلى قريتها بعزلة الشراغة غربي محافظة تعز المقاولة للرقل فقط والآن أنا من لما دخلت للمناقصة وقاولت وشقعت المرأة أن تكون شاقعت للمقاولة والتقدمات كانت ضعافة المرأة ما أكزميش ما أكزميش يا خبّرين للرقال أنه يقدمين لما تقدمتوه أنا شقعتوه والآن في مقدمات كثير يحق لي أن تشارك بالمقاولة هذه يحق لي أن تشارك شارك ناوشين وشارك إن شاء الله ما له ماهوش حاجة بكل تفان خاضت زبيدة غمار التجربة في العمل لكن خبرتها السابقة في الأنشطة المجتمعية ساعدتها كثيرا وهو ما مكنها من الحصول على فرصة العمل حيث أنجزت المهمة مساهمة في التخفيف من معاناة السكان في التنقلات بالنسبة لعمله وإشرافه كان له دور كبير جدا حتى على مستوى إحداثية مشاكل مع العمال أو كذا كانت تصلحها بأسرع وطب ممكن وباللحظات يعني ما قال العمل حقي عمل متقان جيد جدا الطريق كانت صعبة طبعا وكانت السيارة أكثر السيارة وفي سيارة تقلب من قبل والآن الطريق أصبحت سهلا ودور الحقاء السيدة زبيدة تمام صلحة الطريق والحمد لله منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وسكان الأرياف يتنقلون عبر طرق بديلة وبعرة ضاعفت من معاناتهم لكن بعضهم تمكن من تعبيدها بمبادرات مجتمعية ذاتية بينما ظل آخرون يتجرعون صعوبات التنقلات في ظل السمرار حصار الميليشيا سجلت زبيدة اللحجي تجربة رائدة في مجال العمل والمقاولات فهي اليوم نموذج ملهم للمرأة المكافحة في زمن الحرب إبراهيم سعيد قناة بلقيس من منطقة الشراغة غربي تعز ترجمة نانسي قنقر